قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن جهود دولة استطاعت تغيير مدينة العالمين الجديدة من مدينة ألغام وصحراء قاحلة إلى مدينة متكاملة في الخدمات طوال العام وأكد رئيس الوزراء على ربط مدينة العالمين بشبكة نقل ومواصلة منها القطار الكهربي حتى تصبح مقصدا سياحيا عالميا قبل هذا التاريخ هذه المدينة كانت منطقة صحراء قاحلة كان فيها مشكلة الألغام وإزالة الألغام لأنها كانت مسرح عمليات الحرب العالمية التانية فبالتالي الحمد لله أن نغير وجه التنمية والوجه اللي كانت عليها هذه المنطقة أعتقد ده شيء في حد ذاته يثبت أن الإنسان المصري قادر على كل شيء